موضوعنا الثاني النهاردة عن موضوع بقى غير تقليدي خالص يعني تقريباً محدش بتكلم فيه خالص أو محدش تكلم فيه خالص هكذا أظن يعني وبرضو حضراتكم اللي سألتم عنه وهو عن الصداع هتقولون يا الصداع غير تقليدي أقول لكم الصداع عند الأطفال مش عند الكبر خلاص الصداع عند الأطفال ده موضوعنا الثاني النهاردة الصداع عرض شائع جداً جداً عند الأطفال يا دكتور ولا عند الكبار عند الأطفال زي الكبار كده بالزبط الكبار نسبة رهيبة من الناس يعانوا من الصداع نسبة كبيرة جداً والحقيقة أنه يعني مش مجال أن احنا نتكلم عن الصداع عند الكبار لأن الأمر له جوانب طبية وجوانب اجتماعية وجوانب نفسية يعني خلينا مركزين مع الأطفال لأن الأطفال إيه ده الموضوع اللي احنا عايزين نعرف حضراتكم فيه ونوعي حضراتكم تجاه ترجمة نانسي قنقر